الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة تقول أنا إمرأة من الوسط كنت أشتغل بالسحة رفقة أمي فقد كانت أمي تجبعني على فعل السحة حتى تعلمته وبقيت أستعمله لنفسي ولأهلي وللناس وللنساء اللواتي يقصدنني في عمل السحة وأنا أريد اليوم أن أتوب إلى الله وأريد أن أذهب إلى العمر وإلى الحج فهل يقبل الله توتي وما هي شروط التوبة أول حاجة لازم تحمدي ربي لإهداك قبل مدك إهداك قبل مدك هذه التوبة التي أدركتك في حياتك هي نعمة من نعم الله عليك نعمة من نعم الله عليك مادم ربي إهداك للتوبة والاستخفار والندم ورجوع وركض السألي هذه نعمة حمد ربي عليها إن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا الإصرف هو مجاوزة الحد الإصرف ماشي واحد عصا مجاوزة الحد عصا 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 حتى اتطرطق الزيق وأكرمكم الله خلاص كما يقولوا في القراءة القبيلية إيصرفا إيصرفا يعني الزيقو كي يتطرطق إيصرفا بالقبيلية أصرفوا بالعربية إيصرفا قل يا عبادي الذين أصرفوا يعني حتى امتلأ الإناء بالمعاصي وفاض لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا علىها وقالنا إنه هو الغفور الرحيم أحب يفهمنا باللي إن الله يغفر الذنوب جميعا وعلاه لأنه هو الغفور الرحيم ما لنتي أولا عليك أن تتوقفي عن السحر فورا اثنين عليك أن تعزمي على ألا تعودي تنوي في قلبك ما توليش للسحر ولو يعطيه يعطيه لك أموال الدنيا أموال الدنيا ما توليش للسحر ثلاثة الندم على ما فعلتي تندمي على ما فعلتي مشي تقعد حلاوة المعصية في قلبك شوالكي تستغفري بسرح في قلبك بدأ بيكل وكانك شوحدة تجي تشوفك تعطيك 12 مليون 20 مليون تقعد حلوة في قلبك إن الله لا يغفر لي عبده ولذة الذنب في قلبه يكتبوها يكتبوها إن الله لا يغفر لي عبده ولذة الذنب في قلبه سأمرني بطلت شاب آه خلاص أنا الخمر منزيز بطلت شابه في قلبه ما زال حلاوة هذه متمنل وكان يزيد يشرب قرعة إن الله لا يغفر لي عبده ولذة الذنب في قلبه شفت كيف لازم تنحي لذة الذنب من قلب التاعك الداخل قلبك يولي يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار تقول لي هذه المعصية ما مبغوظة عندك فهمتها وعليه بزاف ناس يستغفر وربما يقبلش الاستغفار انتاعه أعلى لأن لذة الذنب ما زال في قلبه أو يستغفر بالسانه زعمه ما يغش في الميزان وبعد يدخل داعه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يوم تغش وما تستغفرش تكون أفضل عند الله ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام سمع هذا الحديث والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه يعصي ربي وهذه المصيح يردها حسنة كما ليشري كبشة العيد بنية الأضحية ويروح يقمر به يتنطحوا هاشو أضحية أردها قمار كما هذا صاحب المخمرة واحد صاحب المخمرة هنا في العاصمة دال لهم في داخل المخمرة عمر اللي يجيب له ثلاثة بيستات من وحدة القرعة يشربوها تعالخمر من خابطية زعم ثلاثة بيستات من وحدة الخمر نادر ليلة مجموعة عدد معين يبعتل العمر والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه فهمت يا أختي ما دمك حب التوب من السحر اللولا الإقلاع فورا الندم على ما فعلتي العزم على ألا تعودي وابعا يذكي نسكي درتلهم السحر وراكي قادرة تفكي السحر الآن تفكيه روحي فكيه فكيه باش تلكي روحك مع ربي يوم القيامة قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا أنصحك أن تكثري من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل يا في الصباح في المساء بعد الصلوات قبل الصلاة في الليل في الإسيقاظ اتجعلها الذكر انتعك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعودها معايا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة على رسول الله مجربة في رفع الهموم رفع الهموم مشهورة من كان له هما فليكثر من الصلاة على رسول الله أعوذ بالله من كلمة أنا كنت شاب صغير وكان عندي هم كانت عندي مشكلة وعاجز كيف أحل هذه المشكلة والله يقف لي إنسان في المنام قال لي وش بيك قلت له عندي هم اضحك علي في المنام وش قال لي قال لي هكذا كيما نحكي بالدرجة قال لي مين تاين سيت الصلاة على رسول الله قلت له سيت قال لي صلي على رسول الله وش بيك من اللي فطنت وانا نصلي على رسول الله من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة ما خرجت من المسجد بعد صلاة الجمعة إلا وجاءني من بشرني أن الهم قد انفرج الصلاة على رسول الله فهي مشهورة في رفع الهموم ويشترط أن يكون عندك حسن الظن بالله تعالى وأن الله تعالى يقبل توبتك إن كانت صادقا اسمعي إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان السحر علم شيطاني واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر السحر الحقيقي يتعلم من الشياطين لا يعلمه العلماء والصالحون والأتقياء ما دم إمرأة تستعمل السحر فلها علاقة مع الشياطين واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ربي يقبل التوبة انتعك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته